قتل 1300 في قطاع شمال غزة خلال أقل من شهر وفق حصيلة أولية أعلن عنها الدفاع المدني في القطاع الإحصائيات أضافت أن أكثر من 100 ألف شخص كذلك موجودون في مناطق الشمال المحاصر وأوضح الدفاع المدني أن غالبية المحاصرين من النساء والأطفال بنسبة بلغت 60% إذ تعتقل القوات الإسرائيلية الرجال ولم تفلح نداءات الاستغاثة في إدخال الأدوية في ظل نقص في الكوادر الصحية مريم خفيش يا مريم يلا يا مريم يلا يا مريم طلع بالضرفة طلع بالضرفة محمد الله يلا يا عمد يلا شطور يا مريم شطور يا أم بيش فيك إشي وبعد فرض الجيش الإسرائي قيودا على المياه قبالة قطاع غزة لم يعد بوسع الصيادين الإبحار ما اضطرهم للبقاء قرب الشاطئ وهو ما دفع الصيادين لمحاولة صيد الأسماك من هناك في محاولة لتوفير قوت يومهم خاصة في ظل القيود المفروضة على إيصال المساعدات ويعد صيد الأسماك في قطاع غزة جزءا مهما من الحياة اليومية لكن الحرب طوط هذه الصفحة مثل غيرها الحياة الصعبة اللي احنا بنعيشها الواحد بده يعيل بيته ووسرته ولا فيه دخل ولا فيه راتب لا أنا موظف ولا عندي شغل لا أنا ولا أولادي فيش أمام في أي مكان يعني سواء هان أو روحة عضار وانا نعم في الضاري برضو خطر وموت لقى إيش ننسوي روح ننام يعني في دورنا هنموت أهلا بميت مية الواحد نموت على البحر وخلصوا يعني بنيجي ومخاطر أحالنا عشان نوفر لقمة العيش إننا في الخيام يعني البهدلة بنيجي هانا ودام بنيجي ونصيد ومكان بطلعش معنا سمك صيادين بعانوا يروحوا يجيبوا رزكتهم بيجوا ما فيش مش لقين شي بيجوا تعين إسرائيل بالقارب تباحهم بطبطوا عليهم في النار وبيخصوهم والله بيعلن بالحياة بالوضع وبننام بخوفوا بربعة مش جادرين مش هنسيطرين على أي حاجة إحنا محتاجين هنش جادرين نطولها من دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت مساء الخير أسامة كنا نتحدث في المباشر السابق عن هذه الأوضاع للمحاصرين في شمال قطاع غزة والاستغاثة فيما يتعلق بالتواقم الطبية في هذه المنطقة الجديد أيضا معك أسامة لم أسمع السؤال طيب مرة أخرى أسامة الجديد معك في ظل نقص الكوادر الطبية والأدوية في شمال قطاع غزة المحاصر حتى الآن وأيضا فيما يتعلق بأي تطورات أخرى نعم قبل قليل طواقم الطبية ومدراء الإسعاف في وزارة الصحة ناشدوا العالم بأن يكون هناك خروج آمن للمرضى والجرحى من مناطق شمال قطاع غزة باتجاه مناطق الجنوب بالإضافة إلى الضغط على إسرائيل من أجل تمكين الطواقم الطبية للقيام بعملها في مناطق شمال قطاع غزة في ظل إخراج كل سيرات الإسعاف ومركبات وزارة الصحة عن العمل في منطقة مخيم جباليا وشمال القطاع نتحدث على أن من يقوم بإنقاذ ونقل الجرحى والمصابين والضحايا من شوارع وأزقة مخيم جباليا هم مجموعة من الشباب الذين تطوعوا على مدار الأيام القليلة الماضية من أجل نقل أعداد كبيرة من المصابين هؤلاء الشباب كانوا في البداية يعملوا عبر الكارات من أجل التقاط رزقهم من خلال نقل العائلات النازحة من مخيم جباليا باتجاه غرب مدينة غزة ولكن عندما شاهدوا أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين والضحايا أجسادهم ملقى في الشوارع والكلاب الضالة والقطط تقوم بنهش هذه الأجساد نقلوا نشاطهم بنقل هذه الجثامين والمصابين عبر الكارات ومشن على الأقدام وحملا على الأكتاف باتجاه مستشفى كما لعدوان أو باقي المستشفيات التي تسعى وتحاول جاهدة أن تبقى على قيد العمل والحياة في شمال قطع غزة نتحدث عن طبيب واحد فقط يعمل في كل من مستشفيات شمال قطع الوضع الكارثي في مخيم جباليا وفي منطقة بيتلاهية لأن هناك بالفعل السكان يواجه خطر الموت عطشا في مخيم جباليا وفي منطقة بيتلاهية في ظل منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود لتشغيل محطات يحلية المياه ومحطات أيضا ضغط المياه الموجودة في مخيم جباليا الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل كامل الآن كليا على منطقة مخيم جباليا سواء كان بالجنود والمشا والمدرعات وطائرات الكواد كابتر التي باتت تلاحق عشرات من هذه الطائرات تلاحق السكان وتقتل من كل من يحاول التحرك من منزله هناك أعداد قليلة من السكان ما زالت محاصرة داخل منطقة جباليا النزلة داخل مخيم جباليا وهذه العالات الآن باتت تناشد على مدار الساعة من أجل توفير المياه لإبقاءها وإبقاء أطفالها على قيد الحياة داخل مخيم جباليا ولكن لا أحد يستجيب بل أن المؤسسات الإنسانية العاملة في منطقة شمال قطع غزة انسحبت منذ بداية الحرب على منطقة مخيم جباليا تحديدا قبل شهر من الآن وبعد استهداف مركبات هذه المؤسسات واستهداف محطات تحليط المياه ومحطات ضخ المياه وكل من يتجمع على المياه الموجودة في منطقة مخيم جباليا وبالتالي هؤلاء الآن باتوا يواجهوا بالفعل مخاطر الموت عطشان هناك عدد قليل من السكان يحاول التسلل عبر الدخول في شوارع التفافية للمناطق المجاورة البعيدة عن مناطق الحصار لمخيم جباليا لمحاولة نقل أعداد لترات قليلة من المياه إلى أطفالهم الذين لن يستطيع ولم يستطيع الخروج باتجاه مناطق أكثر أمانا ولكن هذه المياه التي يتم نقلها هي مياه ملوثة ولا تصلح للشرب ولكن العائلات تقوم بعملية غلي لهذه المياه التي تصلهم من أجل إبقاء أطفالها على قيد الحياة من أجل تخفيف حدة التلوث داخل هذه القالونات من المياه ويتم شرب هذه المياه هذه المياه لا تكفي لكل هذه العائلات ولكن فقط لتسد رمق الأطفال والعائلات لإبقائها على قيد الحياة الجميع هناك داخل مخيم جباليا يموت ببطء في ظل انعدام كل مقاومات الحياة وحتى من يصاب قد يكون يلقى الأنفاس الأخيرة داخل منزل أو في الشوارع على نقل صورة هذه الأوضاع في القطاع مدير البلح وسط قطاع غزة كنت معنا مراسل الحدث أسامة الكحلود شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة